بس غالبيتنا ما بتبقاش عارفة إن دي طرق يعني إحنا بسميها كده للبنات طرق تعذيب يعني تلاقي بتقولي إيه؟ يا إيمانه أنا يعني ثلاثة يام بعقبني إنه ما بيردش على التليفون كل ده عشان نزلت من غير ما أقوله طب ده اسمه إيه؟ طيب خلينا برضو نقول عشان نبقى منصفين أن الشخصية المسيطرة ممكن تكون أي طرف من أطراف العلاقة آه على فكرة ستة أوراجة إحنا بدأنا بالمثل ست لا إحنا مسيطرين برضو بالظهر آه يعني إحنا مسهلين يعني خلينا سرح خلينا سرح خلينا سرح وعلى فكرة هناك بعض المشاكل في العلاقات جندر ريليتد يعني موجودة عند نوع أكثر من النوع الآخر وهناك بعض المشاكل الأخرى نقول عليها جندر نيوترل يعني لا تختلف باختلاف النوع بين الرجل والست الشخصية المسيطرة 50-50 يعني ما أقدرش أقول إن الستات المسيطرين نسبتهم أعلى ولا الرجال المسيطرين نسبتهم أعلى يعني ربنا نجب بعض الصفات الأخرى لأ جندر ريليت دي يعني مثلا لو تكلمنا عن الميل وهقولها بأشياء طريقة أحيانا لعلاقات خارج الزواج الرجل أكثر ميلا لهذا طب الميل المبلغة في التعبير عن المشاعر اللي هو إنكاد الستات أميل مع إن فيه رجالة نكاديين وموجودين فإحنا ما نقدرش نحصر مشكلة على نوع ترجمة نانسي قنقر